متوقعا ومنتظرا اليوم أمضى رئيس الجمهورية المرسومة الرئاسية الخاص بصدعاء الهيئة الناخبة للتشريعيات والتي حُدد تاريخها كما ذكرنا يوم الثاني عشر رجوان الفين وواحد وعشرين يعني تعليقكم على هذا التاريخ وهذه الفترة أعتقد كما أشرت أنت في المقدمة فهذا شيء كان متوقعا وبتوقعها سيد رئيس الجمهورية المرسومة المتقدمة المستداري الناخبة تلقى للتشريعي المتقدمة طبعا سلا يبقى الأحزاب والراغبين في التاريخ الشوحي إلا التشمير على سواعدهم والدخول في العملية الانتخابية التحضيرية وذلك من خلال قيامهم بعد صدور المرسوم في الجريدة الرسمية والذين نتوقع بأن يكون اليوم في الليل أو غدا قلت لا يبقى أمام الراغبين في التاريخ الشوحي لهذه الليئتي إلا التشمير عن سواعدهم والاتصال بسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على مستوى الضوائر الانتخابية للولايات بغرض طبعا سحب الاستمارات لشروع في عملية جمع التوقعات كما ينص على ذلك القانون وطبعا مادم اقتمت حديد الثاني عشر من جواك تاريخ الاجراء هذه العملية واليوم نرى حداشد فالمرسوم في الأجال القانونية الدستورية والقانونية التي يحددها القانون العضوي وهو أن تجري الانتخابات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر طبعا اتدال من تاريخ صدور المرسوم المتضمن استدعال نعم يعني حوالي التسعين يوم يعني ما هو المطلوب اليوم لإنجاح هذا الاستحق طبعا مطلوب كما قلتنا مطلوب هو أن يستعد الجميع لخوض هذه العملية طبعا بكل مسؤولية وبكل رزانة وبالتالي العمل والتنسيق بين الأحزاب السياسية لا أقول الجمعيات وإنما على الأقل القوائم الحرة بغرض ضماني أن تسير هذه العملية في كنف الأمن والاستقرار وفي أحسن الظروف للوصول إلى منافسة نزيهة وشريفة بين المترشحين لخوض هذه العملية لأن ما نطمح إليه هو أن تجري هذه الأمور في كنف الشفافية وفي ظل الوضوحي وبعيدا عن كل نوع من أنواع التجاوزات التي يمكن أن تسجل هنا أو هناك ومطلوب من الجميع التجند والتعبئة والتحلي كما قلت بروحي المسؤولية حتى نكون في المعيدي المحددي وتكون هذه الانتخابات بالطبع فاصلا بين عهديني أو بين مرحلتي طيب يعني كما ذكرنا حوالي التسعين يوم تفصلنا عن التشريعيات يعني هل هذه الفترة كافية للأحزاب والسلطة من أجل التكيف مع القانون الجديد أو النمط للانتخاب الجديد أعتقد بأنها كافية والأحزاب الجدية والراغبة في مشاركة في هذه العملية قد شرعت في عملية الاستعداد والتحضير على مستوى طبعا هيكلها وعلى مستوى مناضلها ومحبها ومخاربها من تاريخ إعلان السيد رئيس الجمهورية على رغبتي في حل المجلس الشعبي الوطني وأن هذه التحضيرات والاستعدادات قد أخذت منحا آخر منذ صدور المرسوم الرئاسي المترضى من حل المجلس الشعبي الوطني وبالتالي في اعتقادي بأن الاستعدادات قد انطلقت فعلا من طرف الأحزاب التي لها رؤية واضحة وترغب في خوض هذه المنافسة إن شاء الله شكرا لك سيد رشيد لورا يصد القانون الدستوري على هذه المدخلة شكرا جزيلا لك إلى هنا مشاهدنا نصل الختام الموعد الإخباري السلام عليكم